المرأة أباح لها الغناء على المنصات والله منعها من الأذان والإقامة حفاظا على رقتها وعفتها وأباح لها التمثيل على خشبات المسارح والله لم يطلب منها حضور الجمعة والجماعة حفاظا على رقتها وعفتها جعلوها بطلة الأولمبيات والمسابقات والله عز وجل منعها من الجري بين الصفا والمروة حفاظا على عفتها وحيائها أخرجوها في الرحلات والمناسبات بدون أي محرم والله عز وجل أسقط عنها ركنا من أركان الإسلام عند عدم وجود محرم حفاظا على عفتها وحيائها أخرجوها لمتابعة المباريات وتشجيع اللاعبين والله عز وجل أسقط عنها الخروج للجهاد لنصرة الدين حفاظا على أنوثتها وحيائها أخرجوها من بيتها إلى الشارع معطرة مزينة كاشفة عن جمالها واضعة لكل المساحيق الصناعية والله عز وجل قال لها ألا تضرب بالخلخال ليسمع الناس ما تخفي من زينتها هم لم يريدوا لها الحرية بل أرادوا حرية الوصول إليها فاللهم نسألك الستر والعفاف لكل نسائنا وسائر نساء المسلمين